وأخيراً عملتها زيهم الأكلة لو قاعت في حبها بعد ما جربتها مكوناتها بسيطة أوية مش بعيدة عن مطبخنا المصري خاصة إنها بتنجان وكفتة واسمها كباب علي نازك وأنا بسميها فتة الكفتة عايز أقول لكم طريقة البتنجان خطيرة ولا الكفتة دايبة دوب سمي الله وصلى على رسول الله واتبيني في التعليقات عملت الأكلة دي قبل كده تعرفيها ولا لا بتنجان رومي وفلفل أحمر رومي برضو هتبتدي تفتحيه كده بعد ما تخسليه وهترسيه في صنية واتدخليه الفرن لإدارة يشويه على عين البتجاز أو في الإيرفراير وفي صنية التانية بكون بقطعيه الشامي كده مكعبات صغيرة عليهم رشة زيت زتون أو معلقة سمنة ويرشة من الملح ودخلوا الفرن مع البتنجان والفلفل يتحمص هو كمان معي بقى كده بصلايا أرنفلفل رومي أحمر رحطهم الأول في الكبه يتفرموا لوحدهم دي طبعاً كبه بيور يدي ورجلي من صفحة ملوخية عند أستاذ مصطفى خطيرة وما استغناش عنها أبداً والله ما إعلان ولا واخدة ولا جنيه نزلت بقى على طول بنص كيلو لحم مفرومة عليها بيضة عليها شوية من البقدونس اللحمة المفرومة دي أنا كنت فرموها مع حتة لية لازم تبقى نسبة الدهوم فيها كويسة حطيت معلقة ملح معلقتين بقصومات بهرت كفتة وفلفل سود وشوية من البابريكا وبعدين ضربت كل ده وسمخته في الكبه كويس شايفين الكفتة عملت نزيج وتسماغت كويس يفضل بقى ترياح الكفتة دي نصف ساعة قبل التشكيل الطريقة دي يا جماعة اسمها كباب علي نازك ودي أكلة تركية ومشهورة قوي قوي بس لذيذة ومكوناتها مصرية 100% صراحة أنا بعشاءها وما ببطلش عملها من ساعة معرفة طريقتها وعلى فكرة الأطراق بيعملوها باللحمة المفرومة يبقطع اللحمة بس طريقة التشكيل دي اللحمة المفرومة هتبقى كأنها حتة لحمة فعشان كده اسمها كباب رغم أن هي كفتة بس هتبص بعد التسوية حتة اللحمة المفرومة كده بقت عاملة زي قطعة الكباب معلقة سامنة وفطوصة بقى هبتدي أصدم مجموعة مجموعة كل ما مجموعة تكش هبتدي أقلبها واتاخر كده في الصينية بص أنا ساوت كله في الصينية واحدة بقلب بقى على طول وأول ما الكفتة تكش بنزل على طول بالدفعة الجديدة وما تقلق إيش هتقوليني ما ينفعش تحطي نايمة عمي ستوي أنا في الآخر كده كده ههدي نار واسيبها تستوي كله مع بعضه يعني إن شاء الله ما فيش أي ضرر بصوا أول ما مجموعة ستوي بركينها على جنب كده الناحية اللي ما بتكونش طيلها الحرارة ويبنزل جديد بوريكي بقى طريقة زي دلوقتي بقى طلعت البتنجان من الفرن طبعا غطيته شوية كده وطري معايا بتحب الطعم المدخن البتنجان ده والفلفل إشوه على عين البتجاز من فوق عايزها طعمه مش مدخن حطيه في الفرن زي كده بصوا البتنجان زبدة معايا زي وطبعا سهل التأشير البتنجان المشوي بجد ما فيش أطعم منه هجيبه بقى هو والفلفل كده وابتدي أكسره كده عشان هنعمل دلوقتي مش بابغى النجا عادية لأ هي طريقة بتنجان كباب علي نازل هبتدي أجيب بقى البتنجان والفلفل اللي هرسته في الكبة عليهم كباية من الزبادي وهبتدي أنزل على طول بشوية من الطحينة هحط كمان عصير لامون يعني اللامون طبعا أساسي مع البتنجان ومعلقة صغيرة من التون المفروم الملح والكمون وزيت الزتون وهي معلقة من الخل مش بقولكو طريقة مصرية وابتديت أفرم الكلام ده في الكبة كويس القوام لازم يبقى تقيل كده تصنيت بقى التقديم هبتدي حطها وبصوا بقى خلاص هنا الكفتة عندي كتستوت زي ما قلتلك أنا قطيت النار وسبتها خمس دقائق كده كل الكفتة تستوي مع بعضها ودي كل كمية نص كيلو هنزل بقى في السمنة وبواء الكفتة بمعلقتين وثلاثة كده من صلصة الطماطم الجاهزة مع ربعة كوباية صغيرة من الميا ملح وفلفلسود ورشة من السكر حابة تحطي شطة مفيش مشكلة بس مفيش أكتر من كده توابل هجيب بقى العيش اللي تحمص أرسه كده حوالين صلطة البتنجان وهنزل بقى بالكباب أو الكفتة شايفين الكفتة بتبقى عاملة زي ايه خطع اللحمة وهبتدي بقى أجيب الصلصة اللذيذة اللي احنا عملناها من الدهون اللي اتبقت من الكفتة مش قادر أوصف لكم بقى أحلى فتة كفتة العش المقرمش مع طروة البتنجان مع طعم حتة الكفتة اللي زي العسل يعني مفيش أسرع ولا أحلى من كده بنص مفروم وكان بتنجانية عملت بجد حاجة مشرفة شوية رز بشعرية بقى جنبهم كده أو شوية مكارونا وأحلى حاجة في الدنيا الناس اللي بتحب البتنجان هتعشق بجد الطريقة دي خاصة البابا غنوج لأنها قريبة جدا منها حبيب قلبي أتمنى تكون الطريقة عجبتك وبحبكم في الله تعليقاتكم الإيجابية بتشجعني كتير بتنسوش بقى تدوسوا أجمل لايك وتشيروا الفيديو مع كل أصحابك واعملوا أحلى كباب علي نازل كان معكي شايماء محمد والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر